دايماً لما بتلاقي زميلك أنت كنت واحد لما كنت أنا دايماً كنت أقول كده كنت أقول مثلاً وقل رياض شيتوس في المنتخب الأولمبي شوقي في المنتخب الأولمبي ساعتها أو دلوقتي في المنتخب الأول بركات عضو مجلس إدارة في اتحاد كرة القدم أماد النحاس مدير فني للمقاولين وبعدين الاتحاد السكنداري دلوقتي فلان موجود هنا بتحس بإيه؟ بتحس بأن أنت بالفعل الزميل بتقف معاهم بتحس بإيه؟ بحس بإنبساط أن كل واحد ربنا عمله طريق وناجح فيه بشكل كبير والذي بينجح منهم بتبسط جداً لنجاحه ده وبحس بزعل جامد جداً لما بلاقي حد من نفس الجيل ممكن ما يبقاش موفق ويبقى ظروفه صعبة بدأي جداً إنما في الآخر هي تقدير ربنا وبالزبط وسونة الحياة وفي الآخر كل واحد ليه رزق ممكن برضو حاجات من الحاجات اللي اضايقني إن مثلاً أنا بضرب مثلاً إسلام الشاطر أنا شايفه ناجح بشكل كبير ومهم ومؤثر في قناة الأهلي فإن أنا مثلاً أقصده في خدمة معينة وما يحاولش يعني مش بقول أنه يتم الخدمة لكن ما يحاولش ممكن تمقاش في إيده صح إنما المحاولة بس يعني هزعل من عدم المحاولة إنما إنك تحاول وتثبت لي أن أنت بقد العش والملح اللي أكلنا مع بعض دي بالنسبة لي مهمة جداً إنما ما عملتش كده دي بتأثر فيها بشكل كبير جداً حصلت معي الحمد لله ما حصلتش معي يعني الحمد لله لا 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 أنا بضرب مثلاً عشان الناس تفهم بس إنما بسمع بقى يعني لما بعد بقى في أعداد بسمع بقى فلان حاولت أكلمه وما بيردش علي ما بيردش عليك ده إحنا كنا يعني نايمين أكلين شاربين بنفكر مع بعض بناء يخرج مع بعض إزاي ممكن يبقى عنده ظروف أبدأ ألتمس الأعذار للطرف الثاني إنما بيتضح إنه خلاص فيه شخصيات ممكن تتغير يعني طبعاً أنا قلت حسام غالي في الأول لأنه حسام من أبناء جيلك بقى أه طبعاً لا حسام وصل حسام يعني طلعين وأعماد متعب أه طبعاً أه طبعاً فالناس حسام وأعماد متعب وشريف إكرامي وحسني وأحمد فالحي كانوا أصغر مننا أصغر كمان إنما بتكلم على بتوع النادي الأهلي تحديداً حسام وأسام حسني وأعماد متعب كان شريف إكرامي ساعتها يعني فيه أسماء لا يعني طلعنا وعملنا كل حاجة عملنا كل حاجة مع بعض بمعنى الكلمة يعني بس ولا تزال العلاقة حتى الآن طبعاً العلاقة موجودة دلوقتي أه دي صورة ليك أنت أنا ما تغيرتش أنا كان عندي شعر بس الدماغي طلع فدقني واللي كان فدقني بس يعني الشعر تقلب الدماغي إيه اللي تقلبت إنما أسام حسني هربت منه خالص أسام وقع الشعر كله ويع ده الشعر كله ويعوي وطلع في بطنه الكرش باباك بسم الله واشاء الله حاجة جميلة جداً لا دي طبعاً وإحنا أنا وإسامة كنا في الناشئين في الصورة الأولينية آه كنا في تلبس أربعة تاجة لا ما أنا هقولك بس على حاجة أنا كنت بلبس ما كنتش بلبس عشرة لأن كان في معنا واحد اسمه محمد السعيد كان بلبس عشرة إنما في الصورة دي إحنا كنا متصعدين مع الفريق الأكبر الأكبر أوكي فما خلاش بناخد أرقام بناخد الأرقام المتاحة المتاحة بالظبط الصورة الثانية أنا كنا بنحصل على الرخصة التدريبية البي ودي كانت في المحاضرات آه فدايماً على تواصل مع الجميع آه على الجميع بتواصل التواصل عادي إنما في ناس التواصل فيها مش عادي طبعاً من القرآبين اللي هو باستمرار يعني الكلام باستمرارية مفيش بوعد يعني آه